هو ليس صحفيا عاديا او من يكتب دون قراء ودلائل ووثائق تثبت الصحة ما يتناوله خاصة فيما يتعلق بشرق الاوسط والعراق تحديدا الصحفي الاميركي روبرت وورث الذي عمل مراسلا لصحيفة التايمز الاميركية في العراق منذ عام 2003 وحتى عام 2006 ويعمل حاليا بصحيفة نيويورك تايمز ككاتب للتقارير الاستقصائية وورث نشر تقريرا مثيرا للجدل بعنوان العراق تحت حكم اللصوص مسلطا الضوء على حقبة من الزمن تعتبر الاكثر فسادا في تاريخ البلاد حيث بدأها بفترة رئيس الوزراء الاسبق نور المالكي والتي اكد فيها ان الفساد المستشري انذاك ادى الى ظهور داعش عام 2014 الصحفي الاميركي تناول في تقريره ايضا دور الميليشيات المسلحة التي اسس بعضها شركات عملاقة وبنت امبراطوريات اقتصادية داخل العراق من خلال قوتها وبطشها بالعراقيين وسيطراتها على مطار بغداد الدولي والموانئ والمنافذ الحدودية محملا بلاده المسئولية عن صرفها المليارات للعراق وهي تعلم انها ستذهب للميليشيات البنك المركزي العراقي لم يكن بمنأة عن الفساد حيث كشف التقرير الاميركي عن عمليات تعود على منظمات ارهابية بالمال الكثير خاصة فيما يتعلق بقضية مزاد العملة الذي غذى الحرب السورية وانعش الارهاب فيها ليأتي الدور على الحجد الشعبي الذي تم تسجيل سبعين الفا من منتسبيه بشكل وهمي عبر ما يعرف ببطاقات الكي كارد والتي تعود اموالها بالنفع لميليشيات موالية لايران النتيجة الاخيرة لما آلت اليه اوضاع العراق بسبب الفساد هي استمرار الحكومة بالاقتراض لتوفير رواتب موظفيها ليصف الصحفية الاميركية العراق بالحكاية التحذيرية لكل دول العالم